بقيت معركة تحرير جرود عرسال في لبنان في صدارة اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تضامن مع المقاومة والجيش وفرح بالنصر الكبير هاشتاغ رجال الله في الميدان واحدة من بين التغريدات التي تصدرت صفحات موقع تويتر كما في تموز 2006 رفعتم رؤوسنا في تموز 2017 نظفتم اوسخ الارهاب بدمائكم الطاهرة هذا ما غرد به احد الناشطين على موقع تويتر تعليقا على تحرير جرود عرسال فيما غرد اخر معا جنبا الى جنب لنصنع حرية فانتصار قاوم بصورة هاشتاغ اخر ترافق مع صور قوات المقاومة وهي تؤدي تحية للعالم اللبناني وعالم حزب الله وهي الصورة التي حصلت على تفاعل عدد كبير من الناشطين والمتضامنين كذلك ترافق الهاشتاغ مع صور لعناصر المقاومة وهم يحملون صور الشهداء الذين ارتقوا في معركة عرسال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كانت له حصة ايضا الناشطون الشدد على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة بهاشتاغ غرد للجيش والمقاومة ادخلوها بسلام امنين هذا ما اشارت اليه احدى الناشطات في اشارة منها الى انتصار المقاومة في معركة جرود عرسال فيما وجهت ناشطة اخرى رسالة الى الارهابيين قائلة انتم تقاتلون قوما يملكون ايمانا لا يملكه احد على وجه الكرة الارضية شكرا حزب الله شكرا يا راعي الارض يا جيش السماء هذه العبارة ارفقها احد الناشطين بصور للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فيما وجه احد الناشطين تهنئة بالنصر قائلا هنيئا نصر عرسال هنيئا للشهداء والنصر للابطال انها الدماء الزكية تزهر نصرا هاشتاغ نصر عرسال